مجددا أهلا بكم وضع رئيس حكومة أقليم كردستان مسرور بارزاني الحجر الأساس لأكبر مستشفى متخصص في علاج الأمراض السرطانية على مستوى الأقليم والعراق في مدينة أربيل وفي كلمته خلال المراسم أكد بارزاني همية هذا المشروع الذي يشيد وفق أعلى المعايير العالمية مشيدا بالدور الذي تطلع به المستشفيات المتخصصة لعلاج مرضى السرطان من داخل الأقليم وخارجه أعبر عن تقديره العميق للكوادر الطبية على جهودهم المميزة في هذا المجال وأوضح رئيس الحكومة أن هناك حاجة ملحة لمزيد من الإصلاحات والتطوير في القطاع الصحي مبينا أن الحكومة تعمل جاهدة لتحقيق هذا الهدف من خلال الاستعانة بخبراء دوليين لرفع مستوى الخدمة الصحية وجودة الأدوية وذلك لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين كما شار إلى ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان في الأقليم كما هو الحال في بقية أنحاء العالم مؤكداً ضرورة العمل الجاد للحد من مسببات المرض وتوفير أفضل العلاجات الممكنة للمرضى في رصحة إقليم كردستان سامان البرزانشي أن الوزارة تستخدم نحو 250 نوعاً من الأدوية لعلاج مرضى السرطان نصفها كيميائية شكياً من غلاء أثمان تلك الأدوية والخدمات الطبية المقدمة في هذا المجال شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة 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 شكراً للمشاهدة